بعد ليلة دامية وصفت بالأعنف منذ بدء الاحتجاجات أسفرت عن ما يزيد على أربعمائة مصاب من المتظاهرين والقوى الأمنية محتجون لبنانيون يشتبكون مجدداً مع قوات الأمن بمحيط البرلمان وسط العاصمة بيروت الصليب الأحمر اللبناني أكد إصابة سبعين شخصاً بمواجهات اندلعت مساء الأحد بين متظاهرين لبنانيين وقوات الأمن بمحيط مجلس النواب وسط العاصمة بيروت وقال الصليب الأحمر بتغريدة على حسابه في تويتر إن المحتجين رشقوا قوات الأمن بالحجارة فيما ردت الأخيرة بفتح خراطم المياه عليهم ما أدى لإصابة سبعين شخصاً تم نقل ثلاثين منهم إلى مستشفيات المنطقة وقالت وسائل إعلام لبنانية إن قوات الأمن أطلقت قنابل الغاز المسيلة للدموع على المحتجين قرب مجلس النواب وأغلقت الطرق المؤدية إليه في وقت تدفق المتظاهرون إلى وسط العاصمة بعد دعوة أطلقها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي للتظاهر الأحد عند البرلمان القريب من ساحة الشهداء مركز الاحتجاجات المناهضة للسلطة وشهدت العاصمة ليلة السبت اشتباكات أسفرت عن إصابة أربعمائة شخص وألقى المحتجون الحجارة باتجاه القوى الأمنية عند مقر البرلمان كما رموا الفواصل الحديدية محاولين اقتحام السياج وذلك ردا على قوات الأمن التي اتهموها بإطلاق الرصاص المطاطي والقنابل المسيلة للدموع عليهم ويطالب آلاف اللبنانيين والذين ملأوا الشوارع منذ منتصف تشرين الأول برحيل الطبقة السياسية التي يتهمونها بالفساد ويحملونها مسؤولية تدهور الوضع الاقتصادي في البلاد اشتركوا في القناة